اعلن نائب وزير الخارجية خالد الجرالة ان الكويت ليست بعيدة عن التحالف المزمع تشكيله لحماية الملاحة البحرية الدولية في الخليج وضمان سلامة الممرات البحرية وقال الكويت لم تعلن رسميا الموقف من الاندمام لهذا التحالف ولكن الممارسات العملية تؤكد انها ليست بعيدة عن هذا التحالف وتابع ان الكويت ستعلن عن موقفها الرسمي بعد الانتهاء من دراسة تفاصيل التحالف كما اوضح الجرالة ان الكويت شاركت في اجتماعات المنامة وتنبأ المتعلقة بالتحالف لحماية حرية الملاحة الدولية سلمت الكويت تبرعا ماليا بقيمة 12 مليون دولار لمفوضية الامم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في مسعى للمساهمة في دعم برامجها الانسانية في اليمن وقال مدير مكتب مفوض الامم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين عقب لقاء مندوب الكويت الدائم لدى الامم المتحدة والمنظمات الدولية الاخرى في جناف لتسلم التبرع قال ان المخصصات الكويتية ستوجه للتعامل مع ازمات النازحين داخليا اشتركوا في القناة